ساميرا سعيد تحتفل بعودة ابنها إليكم التفاصيل فقد أعربت أديفا ساميرا سعيد عن فرحتها وسعادتها بعودة نجلها شادي النابلسي لأحضانها بعد غياب طويل لم تكشف عن سببه بعد ونشرت ساميرا سعيد عدة صور لها برفقة ابنها الوحيد عبر مختلف حساباتها على مواقع التواصل الشمائية ظهر خلالهما وهما في قمة السعادة وأرفقتها بتعليق جاء فيه أهلا بعودتك من جديد حبيبي شادي ومن جهته نشر شادي النابلسي صورة واحدة لوالدته تظهر إلى جانبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الشمائي الإنستغرام علق عليها قائلا كنت مفتقدك وفي سياق آخر فقد اضطرت الفنانة المغربية ساميرا سعيد للتوقف عن الغناء خلال حفلها الفني بمهرجان الموسيقى العربية وقد انفعلت ساميرا سعيد على المايسترو محمد عرام بسبب تغير المقامات وذلك أثناء تقديمها أونيتها الشهيرة قل جاني بعد يومين وأوقفت ساميرا سعيد أونية أل جاني بعد يومين ووجهت عتابا للمايسترو قائلة إحنا مفروض بنغنيها من الله في السلم الموسيقي وليس السي وقد أكدت ساميرا سعيد على المسرح أنها لم تتفق مع المايسترو على هذه المقامات قبل أن تقوم بعد ذلك بتوجيه اعتذار واستكمال الحفل موسيقى